هذا ووصل عدد الحجاج الذين تلقوا العلاق بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لنحو 3700 حج هذا وتم احتجاز 21 حالة بالمستشفيات فضلا عن خروج 4 حالة منها مع تزايد اقبل ديوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة وصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة من خلال كوادرها الطبية لتقديم خدمتها العلاجية للحجاج المصرين أينما كانوا بمقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة كان الخطة الأولية نحن هنبتدي ب16 عيادة بعد ما نزلت اللجنة كل يوم نتفقد الفنادق المقيمين فيها الحجاج نكتشف احتياج أكثر للعيادات بكتشف اقبال أكثر النهاردة حاليا عندنا 21 عيادة كل عيادة شغالة فيها تخصصات مختلفة وعلى مدار 24 ساعة نحن فيه احتمال عيادتين أو ثلاثة تانين يتم فتحهم بجانب التوعية المستمرة اللي بتتعمل للحجاج والتوعية دي الوقائية دي أنا شايف أنها من أهم الأزرع لأنه ده بيساعد الحج أنه يقلل نسبة أن مرضه نحن فيه إقبال شديد حاليا إحنا قربنا نوصل لألفين حالة وإحنا لسه في البداية قربنا نوصل لألفين حالة كشف أغلب الحالات الموجودة حاجات لها علاقة بالالتهابات الصدرية حاجات لها علاقة بالالتهابات المفاصل نتيجة للمشي فترات طويلة يعني عندنا مجموعة من حالات الأورام الحمد لله تحولت على المستشفيات رعينا وضعية أهلين مرضى الفشل الكلوي والحمد لله في تنسيق كويس أوه مع الجهات السعودية في الكلام ده النهاردة كان عندنا اجتماع في وزارة الصحة السعودية عشان التنسيق الكامل لتحويل الحالات وبدور العبادة بمقر إقامتهم لتوفير الأجواء المناخية وصبل الراحة والأمان خلال أدائهم الفريضة نحن مثلا بنبه عليهم أنهم ما يتعرضوش لأشعة الشمس المباشرة من غير ما يكون معهم شمسية أو كاب يحميهم قد ما يقدروا من أشعة الشمس يشربوا سوايل كتير ومية علشان تعوضهم عن الفقد اللي بيحصل لهم نتيجة العرق من الحر ممكن كمان بنأكد قوي على موضوع مرض السكر أنهم ما يمشوش حفين إطلاقا من غير حاجة في رجلهم كمان بنأكد على موضوع الأكل أنهم ما يخزنوش الأكل بكميات كبيرة لأن التلاجات هنا كمساحتها صغيرة عدد الناس في القوة بتبقى إلى حد كبير مش هتستوعب كل ده فتخزين الأكل ما فيش ضرورة ليه لأنهم بالفعل الأكل متواجدوا بكميات كبيرة تخزين الأكل ده ممكن يودينا مشاكل إيه ممكن يودينا أنه لا قدر الله يعمل نزالات معوية قبول واستحسان من قبل الحجاج المصرين لما قدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة أشكي من تعب من الرئي في المعدة وجيت هنا عشان أكشف ويدوني العلاج اللي رياح أمو معي بالواجب وكشف علي وعطني العلاج اللي أنا محتاجة المعدة ممتازة ممتازة كلها خير كلها ما شاء الله عليك البعثة الطبية كلها زي الفن مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج المصرين على مكة المكرمة تتزايد معها حالة الاستنفار القصوى من قبل أعضاء البعثة الطبية فهم في تواصل ليلة بالنهار لتوفير الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة من مكة المكرمة محمد حلمي التلفزيون المصري شهدت قرية زيدان بمحافظة كفر الشيخ تنظيم قافلة طبية مجانية تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية هذا وقد تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجانة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجة تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت قافلة طبية مجانية في قرية زيدان التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر كله هنا شغاله تمام والدكاترة يعني أيمن بالواجب وكله مية مية تمام يعني الحمد لله وكله حلو وتمام وعالك مجان يعني ما بيأثروش مع حد في حاج واللي عايز ندارة بيعملوله مندارة واللي عايز يكشف ويتحول أي مكان بيحاولوه احنا مؤسسة راعي مصر التنمية بنقدم خدمة طبية في التخصصات الأسسية زي البطمة العزام الجلدية الرمض الأطفال ومعنا بعض الأدوية مجانة لخدمة أهلينا تمام ومعنا ندارات طبية شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية حيث توافد ما يقارب من 450 حالة لإجراء الكشوف الطبية وتم تلقي الخدمة الطبية المجانية في ست تخصصات مختلفة بالإضافة إلى فحوصات الصنار وقد تم توفير العلاج المجاني للمرضى كما تم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي ذلك للمستشفيات المتخصصة أنا كشفت على عيني كشف بمنتهى الضق بضمير يعني الحمد لله دكتورة عمدها ضمير والله كشفت علي مرتان على عيني حطت أطرة ورجعت كشفت وكشفت على ظهر عزام ودون العلاج لديه ولديه أمين بالكشفات والكشفات العيون وكشفات الأزام والبطنة والجلدية وجميع الكشفات موجودة والدكتورة كثيرين موجودين وأمين بالمهمة جامل يعني القافلة لاقت تجاوبا إيجابيا واستحسانا من الأهالي الذين طالبوا بتكرار مثل هذه المبادرات الإنسانية وهو ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات والتحالفات الوطنية مؤسسة طراعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني بنظم كوافل في محافظة كفر الشيخ بنوصل للكرة الأكثر احتياجا لما نجي نتكلم عن الكرة الأكثر احتياجا فنتكلم عن أهمية الكوافل الطبية أهمية الكوافل الطبية بالنسبة للفئات المستهدفة دي هي بالنسبة للمشاريع الحياة نحن ننزل أماكن أغلبيتها يعني مزارة الصحة مش بتغطي فيها كويس أو أغلبية الوحيدات يعني متطرفة شوية والقرة البعيدة فأحنا بمستصدر مصر كتحالف وطني بتشتغل في 21 محافظة بـ 30 موبايل كلينيك بـ 60 فريق عمل بتخدم أكثر الفئات احتياجا في هذه الكرة بهذا تتجلى روح التضامن والتكافر في المجتمع وتستمر الجهود الإنسانية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي